اهلا بكم الى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها ابرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سويا على اسط الحكاية وحكاية اليوم مشاهدين الكلام ما زلنا مستمرين عن الحملة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الحوثي يوسيء لليمنيات محللون سياسيون وعسكريون وصحفيون ما زالوا متفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض لكم بعض ما كتب منها وبداية نستعرض هذا الفيديو للناشط السياسي عبدالله اسبعيل يتحدث عن جرائم الحوثي بحق المرأة وفيما يخص المبارسات والانتهاكات التي طالت النساء أكرت تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن أنه خلال العامين الأخيرين تم اتهام النساء بالدعارة والاختلاط والفجور في الصنعاء ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لإضفاء شرعية على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات وأشار التقرير إلى استخدام الحوثيين للقوة المفرطة ضد تجمعات النسائية السلمية من قبل قوات النسائية تم تشكيلها من الحوثيات تقدر عددها بأربعة آلاف امرأة وتحدث التقرير عن اعتقال عشرات النساء في صنعاء والمحويت والزج بهن في السجون وأورد شهادات بعضهن تذكرنا الاعتداء اللفظي الذي مارسته الزينبيات عليهم ولفت إلى قيام رجال الحوثيين بالتحقيق والسجواب النساء بشكل فردي في غرف منفصلة وقال التقرير إن الحوثيين احتجزوا الكثير من الفتيات والناشطات منهن 130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي وتعرضت امرأة واحدة من النساء على الأقل إلى العري القصري وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل سلطات الأمر الواقع محمد النهمي أيضا قال في تغريد له الطعن في الشرف والابتزاز والإخفاء القصري وجرائم أخرى يندى لها جابين الإنسانية النار ولا العار لا تموت العرب لا متوافية وتلك جرائم لا تسقط بالتقادم سيأتي يوم تدفع فيه ميليشيا الإجرام المؤدلج فاتورة الإصراف في اللعب بالنار وإبراهيم عبد القادر في تغريد له قال في سجون الحوثي أكثر من 100 امرأة بدون ذنب أو سبب ولا زالت هذه الجماعة تلاحق اليمنيات في كل مكان حرمتهم الوظيفة والدراسة ولحقتهم في لباسهن وحرياتهن حتى التنظيم الإنجابي منعا عنهن في صورة من صور الإرهاب الذي يستمده الحوثي أو يستمده الحوثيون من إيران والحوزات الطائفية غمدان بن درهم أيضا في تغريد له قال كنا نتباهى في اليمن بأن النساء خط أحمر وأن المسافر آمن طالما معه عائلة فحتى المجرمين وقطع طرق يقدسون المرأة كنا نتباهى بأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تعليمها وجعلها نصف المجتمع حتى أتى الحوثي ودمر كل ذلك عفاف ثابت أيضا في تغريد لها قالت تمنع ميليشيا الحوثي المرأة من السفر ويشكك حتى في خروجها إلى الشارع ضمن لطاق الفهم المتسلط الذي لا يزال يراف المرأة عدم الأهل ونزع عنها كل الثقة الفنان محمد الأضرعي في تغريد له قال لن ينسى اليمنيون أن عساكر الإيمان في وصاب وريمة قطعوا آذان النساء لأجل ما عليها من أخراس والذهب والفضة وبيعت هذه الأخراس في صنعها وعليها بقايا الآذان نوح الجاسر في تغريد له قال ميليشيات الحوثي الكهنوتية أساءت لكل اليمنين سواء النساء والأطفال والرجال وانتهت كل المحرمات جلسنا أمس لنسمع معاناة ابناء حرض وميدي وعبس وحيران مأساة مؤلمة تولد عندي اعتقاد أن هذه الجماعة العنصرية هي أسوأ جماعة مرت في اليمن زين العبدين الضبيبي في تغريد له قال شعارات الاختلاط والعفة والشرف ما هي إلا مقدمة وهذا شاهد منهم يروي موقفهم وملخص رؤيتهم للمرأة وهو أحد أنصارهم والعملين في صفوفهم ويكشف بعضا من ممارساتهم بحقها في مناطق سيطرتهم أفرغوا المساجد من المصلين ولن يهتموا لو أغلقت الجامعات وأفرغت من الطلاب ختاما من الزميل محمد الضبياني الذي قال في تغريد له الحوث لا شرف له ولا مرؤة ولا رجولة مجموعة من عناصره ترتدي البدلات العسكرية وينتحيلون صفات قوات الأمن يقتحمون في الجوف منزلا لا يتواجد فيه للنساء ويعتدون عن الحرمات دون خجل يروعون النساء والأطفال دون أي اعتبار للقيم والأعراف ترجمة نانسي قنقر